انطلقت في مصر بطولة كأس العالم للرماية بمشاركة منتخبنا الوطني وشارك المنتخب في التدريبات الرسمية استعدادا للدخول في المنافسات تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي بمشاركة الكويت تنطلق بطولة كأس العالم للرماية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 26 فبراير الحالي إلى 8 مارس المقبل وشارك منتخب الكويت للرماية اليوم في التدريبات الرسمية للحصول على لقب البطولة التي تعد أهم وأكبر حدث رياضي عالميا بطولة كبيرة ووايد حلوة وفيها بطال عالم موجودين تأكيد تكون منافسة غوية وبلشنا التدريبات مع أكثر من المنتخب موجود واستعدادات إن شاء الله زينا وبإذن الله عاوتهم نحقق أرقام طيبة وساعات كان جدا طيبة في البطولة المحلية وأيضا شارك معنا منتخب كازاخستان قبل شهر تقريبا الذي ساعدنا في الاستعداد للبطولة قام المنتخب الكويتي بأداء تدريباته القوية استعدادا للبطولة في منافسة قوية بين الرماية من مختلف أنحاء العالم نحن موجودين عندنا أبطال عالم وأبطال المبيين وهذا شيء صراحة فرصة واحد يعني عاقاتهم يأخذ الخبرة ويكتسم وتعلم منهم فنحتاج دعم قليل إن شاء الله وبإذن الله تشوفونا بالمراكز ومناصب العليا بإذن الله نحن نجهزين إن شاء الله للبطولة وكمان بعد أننا أخذنا البطولة هذه لأنها تفيد احتكاك مع الرماية العالميين وهذه بطولة عالم فنستفيد منها إن شاء الله ويشارك في البطولة أكثر من 700 رام ورامية من مختلف دول العالم يتبارون في منافسات المسدس والبندقية ضغط هواء على الميادين المصرية المؤهلة لاستطافة أكبر الأحداث العالمية استعدادا لعتلاء منصة التتويج في بطولة كأس العالم للرماية والتي تستضيفها مصر يواصل المنتخب الكويتي للرماية تدريباته المكثفة لتحقيق انتصارات تلوانتصارات من العاصمة الإدارية أمل مصعد تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر